بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم حد جرب قبل كده يطلب حمام محشي لمحل فلو طعمية أو يشتري بدلة سموكينج من محل أدوات منزلية بالتأكيد مفيش حد عائل هيعمل كده إنما في ناس كتير يبانوا من بره إنهم عقلين جدا بس تلاقيهم بيطلبوا طلبات من ناس لا يملكوا تحقيق طلبات دي لإن هي بساطة شديدة مش في إيد بشر وإنما هي بأمر بنا سبحانه وتعالى وياما وقعنا كلنا في مشاكل وياما تحوج الناس كتير وتظلموا وتعذروا في فلوس وتلاقيهم ينسوا في عز المشكلة والمحنة والاحتياج والعوز من يمكن أن يبسط ياده بالعون والانفراجة ويروحوا البشر أضعف منهم ظنًا منهم إنهم هيبقوا السبب في خروجهم من أزمتهم ويقفوا على بابهم بالأيام والليالي وأحيانًا يتوسلوا ويحطوا أملهم فيهم ويتعلقوا بالحبال الدايبة وفي الأول وفي الآخر كله بأمر الله مش ساعة نشوف ناس يعملوا الللي عشان يحصلوا على شغلانة معينة أو يخلصوا صفقة ما أو يجوزوا فلان له فلانة والموضوع يبقى خلاص معمول كما يقول الكتاب جايبين أخيرهم يعني في التحليق على الشيء اللي هم عوزينه مكلمين توب الأرض وجايبين وصاية الدنيا والأخرة ويطلع واحد من إياهم دول اللي الثقة بتبقى بطلط من مشيته وعينه وبقه يقولك إيه خلاص اعتبر الموضوع ده منتهي اعتبروا اشتغل اعتبروا تعين اعتبروا سافر وبعدين لا يتعين ولا حد يبص في خلقته أساسا والبيء الوثق من قدراته ده تلاقيه فص ملح وداب هو أساسا لا يملك إنه يمشي نفسه خطوتين قدام كله بأمر الله في ناس بقى من كتر ما الدنيا عمياها بتنسى في خضم جبروتها إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهد جبروتهم ده على أهوان ثبت وإنهم لا يملكوا من أمر نفسهم أي شي دحكت لما سمعت موقف كده سمعت شهادة من دكتور مصطفى الفقي كان بيحكي إنه كلم أحمد عز بعد 25 يناير عن طول وسأله بقلق جدا ها هتعملوا إيه فرد أحمد عز المنتصقة وثق جدا في قدراتهم الفائقة وقال لهم ما تلقش حبيب بيه هيخلص كل ده في 48 ساعة كله هيخلص دحكت طبعا سبحان الله اللي يعتمد على بشره بس من دون الله يلبس في الحيطة فورا النهاردة هنفتح ملف الأمثال في القرآن الكريم والشيخ أشرف الفيل هيشرح لنا المثل في الآية 14 من سورة الرعد وكمان حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوا أي سؤال بس بعد فاصل قصير أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية وبنفتح ملف الأمثال في القرآن الكريم ووصلنا للآية 14 من سورة الرعد فضلت الشيخ أشرف الفيل أهلا بحضرتك معنا يعني دايما بتوصل لنا الآية الحقيقة بتبقى فيها بلاغة جميلة وحضرتك بتشرحها بشكل مبسط وجميل بحيث كلنا نقدر نفهمها قال تعالى له دعوة الحقي والذين يدعونا من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال حركة شرح لنا بس معنا الآية كده وبعد كده نشرح السورة البلاغية اللي فيها الحمد لله وصلاة والسلام على سيدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجبعين وبعد هو الآية الله سبحانه وتعالى يضرب فيها المثل ما بين الذي يدعو إلى الحق والذي يدعو إلى الباطل أو بين الذي يدعو الله سبحانه وتعالى من نوع آخر يعني أو بتفسير آخر وبين الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى لكن الأغلب أن المراد بها دعوة الحق ودعوة الباطل الذي يدعو إلى الحق والذي يدعو إلى البطل فالذي يدعو إلى الحق هو مع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الحق ويحب الحق والحق أحق أن يتبع كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى فله دعوة الحق أي لله عز وجل دعوة الحق أي الدعوة الحق الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولاها قوانين ثابتة والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا يستجيبون لهم بشيء يعني لو أنا دعيت حد غير ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أنه هو هيستجيب لي بحاجة أبدا طيب بيضرب المثل الذي يدعو الله سبحانه وتعالى الله يستجيب له والذي يدعو غير الله عز وجل هو مثله مثل رجل بسط يده إلى الماء وأراد من الماء أن تصل إلى فمه فهل يحدث هذا؟ لا يمكن أن يحدث هذا فإلا كباصد كفيه إلى الماء يبلغ غفاه يعني المفروض أنه نشرب نقوم عمين إيدنا كده ونرفعها يعني تبقى عاملة زي الطبق كده فالماء إنما مثل بسيط جدا بس بليغ يعني أنت بحط إيدك كده في الماء لا يمكن تحطها كده مستقيمة كده مبسوطة لا يمكن هتشيل الماء فدي الدعوة بقى الماء دي الدعوة ولا دي لا ده ضرب المثل يعني بيقولك لو كان هذا الذي هو غير الله عز وجل سيستجيب لك لو وصلت الماء إلى فمك وهي مبسوطة ده لو كان ده حيستجيب يعني عايز يقولك أن ده ضرب من المستحيل زي ما يقول إيه زي ما في آية كده يتكلم على أن حتى يلجى الجمل في سم الخياط هل يمكن أن ثقب الإبرة اللي موجود ينفع الجمل يعد منها ده كلام صعب جدا يعني فنفس الكلام بيقولك أن غير الله عز وجل لن يستجيب لك ولن ينفعك زي ما حضرتك قلتي في المقدمة وأشارتي أن في بعض الناس اللي عندهم الثقة بنفسي زيادة عن اللزومه بتاعه وأحضرتك أشارتي إشارة لمحة جميلة أن ده اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى مهما كان اعتماد على الجاء أو على السلطان أو على القوة أو القدرة أو على الأتباع أو أي حاجة كل الإعداد دي كلها ما بتعملش حاجة زي ما حضرتك قلتي بالضبط أن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يختلف تماما عن الاعتماد على غير الله أهو ده نفس القصة أهو دول عاملين زي لك بصدك فيل الماء ليبلغ فاعد كده ومستني المياه لما تطلع من تحت كده من عندي يد تفضل ماشي الغات لما توصل لبقه وده طبعا عمره ما يحصل أما الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو كثير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو دعوة الحق الذي سيستجيب الله عز وجل له هذا هو معنى الآياء بمعنى مجزعة طيب وفكرة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دعاءهم يعني بيدعوا للناس التانية يعني ولا إيه المقصود بكذلك دعاء الكافرين أنا عندي الدعاء أحيانا يرد في القرآن الكريم ويراد به الدعوة أو الدعاء في الدنيا وأحيانا يرد والمراد به الدعاء في الآخرة فهنا الدعاء المراد بها هنا الدعاء في الدنيا فعايز أقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني معناها أن الدعاء بتاعه بيروح في اتجاه تاني زي واحد طلب رقم غلط يعني واحد عنده كارثة وعايز يتكلم فلان بسرعة ورح ضرب الرقم مثلا ده آخره زيرو رح عمل واحد بدل زيرو فرح فرح فين في اتجاه تاني فرح مكلم شخص تاني طيب أنا لو سمحت أحلني أنا في مشكلة كذا كذا وعلي يحكينه مشكلة من غير ما يتعرف عليه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الكلام رح في اتجاه تاني خاصة أستاذ إبراهيم الخط أطع طيب حاول كلمنا مرة تاني طيب في الآية برضو له دعوة الحق يعني فيه تفسير آخر بيقول أن دعوة الحق ده هو التوحيد نعم توحيد ربنا هو فيه تفسيرين فيه تفسير المراد بالدعوة الدعاء والمراد بالدعوة العقيدة فقد يكون الاعتقاد هو الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى فإذا كان الإنسان اعتقاده بالله اعتقادا جازما بتوحيد الله سبحانه وتعالى لأن التوحيد دي مسألة كبيرة أوي التوحيد من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من أجله خلق الله الخلق كل رسول كان يأتي إلى قومه كان كل الكلام اللي هو بيقوله يعبدوا الله ما لكم من إله غير يعبدوا الله ما لكم من إله غير كل الرسل كل الأنبياء كانوا على هذه الكافية إذن مسألة التوحيد مسألة كبيرة جدا وعظيمة جدا إذن فالحق يكون في التوحيد والباطل يكون في الشرك فلما يقول له دعوة الحق أي دعوة التوحيد والذين يدعون من دونه أي اللي هم المشركين لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصد كفين وهي فكرة الشرك دي برضو يعني تمشي كده وتمشي كده يعني أنا بأشرك غير الله في أنه يحقق لي طلبي هي معناه كده يعني طيب إحنا بقى يعني كلنا مؤمنين وموحدين بالله وكذا هل ممكن واحد ينسى ويشرك بالله وهو ناسي لا 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 الشرك بالله هذا يتطلب واعتقاد القلب به اعتقاد القلب اعتقادا جازما بأنه يفعل ذلك هو يعتقد في غير الله أن فلان هذا سينفعه غير الله هذا اعتقاد جازم في داخل القلب هذه المسألة إنما لو واحد بيعمل حاجة مثلا زي الشرك اللفظي يعني مثلا من كان حلفا في الحلب بالله أو اليصمر من حلف بغير الله فقد أشرك فاجي واحد قاله النبي وحيات مش عارف ولادي وحيات معرفش مين هل هو عقد النية على إن ولاده أفضل عنده من الله لا لم يعقد النية على هذا فهذا يسمى شركه اللفظي يأخذ عليهم يعني ما يخدش ثواب يعني يأخذ وزر يعني وزر على إن هو حلف وحيات ولادي والنبي يعني هذا إثم بس هذا الإثم يسمى أصلا عندي حاجة أولى وعندي حاجة خلاف الأولى فده حاجة اسمها خلاف الأولى يعني الأولى إن أنا أدعو يعني أحلف بالله وأستعين بالله سبحانه وتعالى ده الكلام ده عند مين عند الذي لا يقصد بقسمه إن هو يعني هنة الله سبحانه وتعالى أعزو الله من هذا أو الكلام ده واحد بيعرف اتعود لسانه وتعود يقول على طول وحيات ولادي وحيات أبو وحيات أبو أي كلام باب نازغ والنبي ومشعرف إيه فلم يقصد بذلك أن هؤلاء مفضلون على الله سبحانه وتعالى مدام ناوية